اهلا بحضراتكم طبعا حضراتكم عارفين وكلنا عارفين انه الذكاء الاصطناعي دخل الى حياة العالم بمعنى ايه؟ تقنية جديدة دخلت حياتنا في كل المجالات وكلنا عارفين انه كل المجالات يعني كل المجالات تكتب مقال ترسم لوحة تتأكد من مصدر معلومة تعبر عن اي شيء انت عايز تعمله بالذكاء الاصطناعي حتى مجال الفن دخل الذكاء الاصطناعي طيب الزكاء الاصطناعي ده طبعا احنا عارفين انه البشر كلهم بدأوا يستخدموه في ناس بتستخدموه بشكل جيد وفي ناس لسه مش عارفة استخداماته احنا كمان قلنا تفتكروا كده شوية من عشرين سنة قلنا لما دخل الكمبيوتر حياتنا قلنا هيقضي على شغل كتير وحيغير حياتنا والدنيا هتتغير ومش هنبقى ولكن قدر الانسان يستخدمه لصالحه قررنا احنا كمان ندخل معاكم تجربة الزكاء الاصطناعي وقررنا هنا في التلفزيون المصري وفي التاسعة كأول برنامج لأول مرة يقدم فكرة الزكاء الاصطناعي يعني ايه قررنا احنا كمان ندخل معاه ونقدم له موضوع مهم ونعرف اجاباته ممكن تبقى عاملة ازاي وسؤال سؤال مهم جدا السؤال اكيد محيرنا السؤال ايه مفيش اهم عندنا من سؤال خاص بثورة 30 يونيو ايام نحتفل بهذه الثورة ولكن زي ما احنا فاكرين والشعار اللي احنا طرحينه كلنا حتى لا ننسى كلنا عارفين كويس قوي ان هذه الثورة نزل المصريين تحت شعار واحد الكل كان بيقول انا نازل عشان ارجع مصر وعلشان كلنا نرجع ونرجع بلدنا الى الهوية بتاعتها تعالوا نرجع تاني للزكاء الاصطناعي ليه فكرنا كفريق التاسعة ان احنا كمان بعد عشر سنوات ومع وجود الزكاء الاصطناعي وايضا تصدره لمواقع كتير جدا احنا كمان نستخدمه كفريق اعلامي ونعرف نتعامل معاه ونشوف ازاي هيفكر يترى هيفكر بنفس التفكير يترى هيكون مكاننا وقت 30 يونيو لما نسأله ويرده هو على اسئلة ونشوف اجاباته عامل ازاي هندخل معاكم التجربة هنا في الستوديو لأول مرة في أول قناة وبرنامج التاسعة ندخل معاكم هذه التجربة نسأله سؤال مهم جدا ماذا لو لم تقم او تندلع ثورة 30 يونيو ايه اللي ممكن يحصل والاجابة اللي هيقدمها الزكاء الاصطناعي تعالوا معايا كده نتافع مع بعض ده طبعا عن طريق تشات جي بي تي نشوف مع بعض السؤال بيقول حضراتكم تقدروا تشوفوا معايا ونجرب كده مع بعض السؤال ما مصير الوضع الامني في مصر لو لم تندلع ثورة 30 يونيو وترحل جماعة الاخوان عن الحكم طبعا ده سؤال فريق برنامج التاسعة احنا بنسأل السؤال يا ترى الذكاء الاصطناعي هيجيب بايه نشوف مع بعض الاجابة الاولى من الصعب توقع ما سيكون عليه الوضع الامني في مصر اذ لم تندلع ثورة 30 يونيو وترحل جماعة الاخوان يعني هو بيقول صعب كان التوقع عن الحكم ولكن يمكن ان نستنتج بعض السيناريوهات المحتملة دي استنتاجات خاصة بالذكاء الاصطناعي من الاجابة على سؤالنا ايه هي الاستنتاجات استنتاج الاول بيقول استمرار الاضطرابات يعني هو كان بيشوف انه هيبقى فيه اضطرابات وعنف كانت هناك اضطرابات وسراعات متصاعدة قبل ثورة 30 يونيو ومن الممكن ان يكون الوضع الامني في مصر مستمرا في التدهور والعنف في حالة استمرار حكم جماعة الاخوان اذا ده السيناريو الاول اللي بيقدمه الذكاء الاصطناعي لنا نشوف اللي بعده طيب بيقول ايه السؤال في الاجابة السيناريو التانية او الاجابة التانية تعزيز الامن والاستقرار ده العنوان نشوف تحتيه بيقول ايه اذا تم تنفيذ تغيير سلمي للحكم دون ثورة دي نقطة مهمة جدا هقول لكم ايه فقد تكون هناك فرصة لتعزيز الامن والاستقرار في مصر عبر اتخاذ اصلاحات امنية وسياسية افكركم السيناريو اللي بيقول عليه هنا الذكاء الاصطناعي فاكرين حضراتكم لما الفريق عبد الفتاح السيسي يعني تحدث مع جماعة الاخوان وطلب منهم انه يكون فيه انتخابات مبكرة وانه يكون فيه امن فيه سلم وامان ولكن وفاكرين المهلة اللي كانت قبلها 48 ساعة والحاجات دي ولم يعني يمثلوا لأي شيء او حتى ينتبهوا او يغيروا من اي شيء فاذا هنا الذكاء الاصطناعي بيقول ان كان ممكن يبقى فيه فرصة لتعزيز الامن والاستقرار في مصر عبر اتخاذات اصلاحات امنية وسياسية ولكن هذا لم يتم من جانب جماعة الاخوان طيب تلاتة بيقول ايه تواصل التوتر السياسي طبعا وده اللي كان حاصل في حالة استمرار الاخوان في الحكم ده ماذا لو لم تندلعوا وقتها انه هم يفضلوا فيه مشاكل سياسية لو فضلوا في الحكم كان من المحتمل ان يستمر التوتر ده لو ما قمتش الثورة السياسي في البلاد وقد يزيد من احتمالات حدوث اضطرابات وسراعات داخلية انه ده كان التصور الخاص عندهم طيب السؤال اللي بعده اللي احنا طرحناه ايضا على الذكاء الاصطناعي ايه هو السؤال ثورة 30 يونيو في مصر ادت الى تغييرات همة في البلاد وفيما يلي عشرة من المكتسبات البارزة التي يمكن تحددها من تلك الثورة هو حدد عشر مكتسبات نشوف مع بعض المكتسبات استعادة الاستقرار السياسي تم تحقيق استقرار سياسي في مصر بعد اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ده اول شيء هو بيشوفه انه فيه استقرار سياسي مما اسهم في استعادة الشرعية السياسية وتوحيد البلاد يبقى ازا استقرار سياسي شرعية للبلاد وايضا توحيد البلاد مكافحة الارهاب كلنا كنا عارفين أنه بعد الثورة كان فيه إرهاب والإرهاب كان موجود في البلاد وإحنا عارفين والاعتصامات وإنتوا فاكرين كل حاجة مكافحة الإرهاب تم تكثيف جهود مصر في مكافحة الإرهاب ضرب الجماعات المتطرفة والإرهابية مما أدى إلى تقليص نشاطها وزيادة الأمن والاستقرار في البلاد وهذا ما تم بالفعل تلاتة تعزيز الاقتصاد دي نقطة بقى مهمة لأن مصر كتمشى في استحقاق ورا استحقاق تعزيز الاقتصاد شهدت مصر تحسنا في الأوضاع الاقتصادية بعد تنفيذ إصلاحات اقتصادية همة بما في ذلك تحسين المناخ الاستثماري وتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاع الخاص ده جاري حتى اللحظة اللي بكلمكم فيها على مدى العشر سنوات اللي بنتكلم فيها تحسين بنية التعليم تم التركيز على تحسين نظام التعليم وتطوير المناهج الدراسية وتحديث البنية التحتية للمدارس وتطوير مهارات المعلمين مما يسهم في تطوير قوة العمل المصرية هذه هي كم المكتسبات اللي كاتبها هنكمل لأن دي مكتسبات لحد رقم أربعة نكمل مع حضرتك باقي المكتسبات نشوف ده اللي بيقول عليه الذكاء الاصطناعي مكتسبات ثورة يونيو تحسين الخدمات الصحية شهدت الخدمات الصحية في مصر تطويرا وتحسينا مما أدى إلى توفير رعاية صحية أفضل وزيادة الوصول إلى الخدمات الطبية بتكلم كمان على تحسين البنية التحتية شهدت البنية التحتية في مصر تحسينات كبيرة بما في ذلك توسع شبكة النقل وتحديث البنية التحتية للمواصلات تطوير مشاريع البنية التحتية الأخرى مثل الطرق والجسور تعزيز السياحة شهدت مصر صناعة السياحة في مصر تحسنا بعد استعادة استقرار السياسي مما أدى إلى زيادة عدد السياح وإعادة انتعاش القطاع السياحي خدوا بالحضراتكم هنا الذكاء الاصطناعي بيتكلم على واقع احنا بنسأله سؤال وبعدين هو كمان جاوب وقال ما هي المكتسبات اللي أنا بقراها لحضراتكم لحد رقم سمع رقم تمانية كمكتسبات بيقول ايه تحسين الحكم الرشيد وده نقطة مهمة جدا تم العمل على تطوير مؤسسات الحكم الرشيد وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد مما يسهم في بناء دولة قوية ومؤسساتية نمرة تسعة تعزيز العدلة الاجتماعية العمل على تحسين ظروف الحياة للفئات الأقل حظا والتخفيف من التفاوت الاجتماعي وتوفير الفرص الاقتصادية لجميع المصريين وده اللي حاصل حتى اللحظة كلنا عارفين ان كل الازمات اللي مرت عليها مصر الدولة كانت بتشتغل عليها وبتقدم مجموعة من الحماية الاجتماعية الخاصة بالمواطنين طيب نمرة عشرة عند الزكاء الاصطناعي قال ايه تعزيز الحريات العامة دي نقطة مهمة جدا مصر شهدت تحسينا في مجال حقوق الإنسان الحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير حقوق المرأة وحقوق الأقليات يجب الاشارة الى ان هذه المكتسبات تم تحقيقها على مر سنوات التي ثلاثت ثورة وطبعا ان هي يعني قدرت ثورة يونيو ان تعمل كل هذه المكتسبات عارفين التجربة اللي احنا عملناها دي ايه؟ عملناها لان احنا انت الزكاء الاصطناعي انت بتقدم له اسئلة وبتشوف اجاباته عاملة زي ده بيطمني على حاجة بيطمني لو انا مش مصرية انا اي مواطن انا شخص ما في العالم عايز اعرف ما هي ثورة يونيو وعايز اعرف ماذا فعل الشارع المصري عايز اعرف ماذا قدمت الدولة المصرية عايز اعرف ما هي المكتسبات فانت هتلاقيها موجودة طيب نروح بقى الى نمرة 4 كيف استفادت مصر من ثورة 30 يونيو كل ده انا مع حضرتكم فيه الذكاء الاصطناعي وده سؤال جديد من فريق التاسعة للذكاء الاصطناعي الاجابة ثورة 30 يونيو 2013 في مصر شهدت تغيير جذري في المشهد السياسي والاقتصادي وهناك عدة طرق يمكن استنتاج استفادة مصر من هذه الثورة نشوف مع بعض استعادة الاستقرار السياسي قدمت الثورة فرصة لاعادة ترتيب البنية السياسية في مصر تطبيق اصلاحات سياسية ودستورية تم اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة مما اسهم في تعزيز الشرعية السياسية واستقرار المؤسسات طبعا احنا بنتكلم على عدد من السنوات تم فيها كل الاستحقاقات وايضا الانتخابات كمان القضاء على جماعة الاخوان المسلمين مصر هي كمان اعلنت انه ما بقاش فيه ارهاب احنا دلوقتي بنتور في العريش والعريش خلاص يعني اصبحت دولة لوحدها بتشتغل وفيه مشروعات وشفنا معاكم حاجات كتير جدا وفترنا مع اهلينا في العريش وبعد انقضاء فترة الارهاب دي القضاء على جماعة الاخوان المسلمين ادت الثورة الى ازاحة الحكم الذي كان يتولى جماعة الاخوان المسلمين في مصر وهذا قد اتاح الفرصة لتنفيذ اصلاحات سياسية واقتصادية تستهدف القضاء على التطرف وتعزيز الاستقرار زي ما انتم شايفين دي الاجابة على سؤال كيف استفادت مصر من ثورة يونيو كمان في تحسين المناخ الاستثماري تمت اجراء اصلاحات اقتصادية همه بعد الثورة بما في ذلك تحسين المناخ الاستثماري تشجيع الاستثمارات الاجنبية اتخاذ اجراءات لتبسيط الاجراءات التجارية تحسين بيئة الاعمال وهذا ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي اقول لكم مثلا على ده لو الذكاء الاصطناعي بيقول امبارح كنا بنتابع مع حضراتكم امبارح المؤتمر الخاص بهيئة قناة السويس وشوفنا قد ايه الانجاز ايه اللي حصل لقناة السويس الجديدة والدخل اللي حصل طيب نرجع تاني مثلا نشوف كمان هي بتقول ايه مكافحة الارهاب بعد الثورة قامت مصر بزيادة جهدها في مكافحة الارهاب وتأمين الحدود واجراءات امنية مكسفة لمكافحة التطرف والجماعات الارهابية واحنا كلنا كنا عارفين ده انه تأمين الحدود المصرية ده شيء موجود تعزيز العلاقات الخارجية تحت قيادة جديدة عملت مصر على تعزيز العلاقات الدولية وتنويع شركتها الخارجية وتم تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع العديد من الدول وزيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة والمساعدات الدولية هو اجابات طويلة ولكن اجابات كلها مفصلة كلها اجابات خاصة بالوضع الخاص بمصر طيب احنا علشان برضو بنتكلم على عشر سنين على ثورة يونيو وزي ما قلت لحضراتكم احنا كفريق التاسعة فكرنا بالشكل الاعلامي ان احنا نتعامل مع الزكاء الاصطناعي في حاجة تخصنا بثورتنا ثورة 30 يونيو واحنا بنحتفل بها طيب السؤال اللي احنا برضو بيهمنا كلنا كلنا بنتكلم فيه طول الوقت بقالنا فترة علشان الازمات الاقتصادية الموجودة في العالم السؤال بيقول ابرز مكتسبات ثورة 30 يونيو في النواحي الاقتصادية للمواطن في مصر طيب ثورة 30 يونيو في مصر قدت الى مكتسبات اقتصادية اهم المكتسبات زيادة فرص التوظيف ان هي قدرت فرص عمل اكثر تحسين المناخ الاستثماري تحسين الاجور والمعيشة شاهدة الاجور تحسنا نسبيا زيادة الحد الادنى للاجور وتحسين الظروف حماية حقوق العمال تحسين مستوى المعيشة للمواطنين توفير المساعدات الاجتماعية قدمت الحكومة مساعدات اجتماعية للأسر ذات الدخل المحدود والفئات الاكثر حاجة وساهمت ايضا في تخفيف الضغط المالي على تلك الأسر وظروف المعيشة طيب كمان تنمية البنية التحتية الخاصة طبعا تحسين النقل والخدمات الافضل للمواطنين في المجالات الصحية والتعليمية تنويع مصادر الطاقة تركيز على مصادر الطاقة في مصر باستخدام الطاقة المتجددة زي الطاقة الشمسية الرياح وايضا توفير الكهرباء وتخفيض التكليف التكليف الخاصة بيها تطوير السياحة الداخلية قدمت الحكومة تنشيط للسياحة الداخلية وكان ده زيادة للإقبال على الصفر واكتشاف الوجهات السياحية في مصر تحسين الخدمات المالية شهدت الخدمات المالية تطور في مصر وادى ذلك الى طبعا تسهيل أشياء كثيرة جدا في الأشياء المالية سؤال ايضا المكتسبات في الجانب الأمني وده مهم جدا للمواطن المصري بعد صورة 30 يونيو صورة 30 يونيو أثرت بشكل كبير على الجانب الأمني قدت الى مكتسبات مكافحة الإرهاب وده شيء مهم كلنا كنا متابعينه وعارفينه بعد تكثيف الجهود في مكافحة الإرهاب بعد صورة 30 يونيو اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الجماعات الإرهابية وضرب تنظيمات التطرف وادى الى تقليص النشاط الجماعات الإرهابية وتحسين الأمن في البلاد تأمين الحدود المصرية وده شيء مهم جدا منع تسلل العناصر الإرهابية وايضا حماية المنشآت الحيوية والخاصة بمصر مثل المنشآت السياحية مصالح حكومية مرافق حيوية وايضا توفير بيئة آمنة للمواطنين والمستثمرين ضبط الجريمة المنظمة لان ده برضو كان شيء مهم قوي اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة الجريمة المنظمة في مصر بما في ذلك مكافحة تجارة المخدرات الاتجار بالبشر الجرائم المالية وكل ما يضر المواطنين من التهديدات في الجريمة توفير الأمن العام شهدت مصر تحسينا عما في الأمن والاستقرار بعد ثورة 30 يونيو مما أدى إلى تحسين جودة الحياة كيف بقى سهمت ثورة 30 يونيو وده سؤال جديد من فريق التسعة إلى الزكاء الاصطناعي في إرساء مطالب الثورة عيش حرية عدالة الاجتماعية جاوب بإيه الزكاء الاصطناعي ثورة 30 يونيو في مصر كان لها دور كبير في إيه؟ إرساء مطالب الثورة المتعلقة بالعيش في حرية وعدالة الاجتماعية وده بعد بعض الطرق اللي ساهمت بها تحقيق الحرية السياسية ثورة 30 يونيو ساهمت في تحقيق حرية الرأي التعبير والمشهد السياسي التحسين فيه وتحسين حقوق المشاركة السياسية للمواطنين تعزيز العدالة ومحاربة الفساد شهدت مصر جهودا مستمرا لتعزيز العدالة ومحاربة الفساد وتم اتخاذ إجراءات قرونية لمحاسبة المسؤولين تحسين أيضا زروف العيش بالتركيز على زروف عيش المواطنين توفير فرص عمل تحسين الحياة الاقتصادية توفير خدمات أساسية زي التعليم والصحة والإسكان توفير حياة اجتماعية بنظام الحماية الاجتماعية الموجودة في مصر من خلال المساعدات دعم الفئات الأكثر حاجة والفقيرة تعزيز المساواة وحقوق الإنسان وذلك الجهود اللي بتبذلها مصر في تعزيز المساواة وحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة والأقليات وحماية حرية الأفراد تشجيع المشاركة الاجتماعية ثورة 30 يونيو ساهمت في تعزيز المشاركة الاجتماعية وتحفيز المواطنين السؤال ده بقى بيهمني كلنا حتى تكلمنا فيه في الحوار الوطني بيقول إيه؟ ما مصير الهوية المصرية إذا استمر حكم الإخوان ولم تقم ثورة 30 يونيو؟ ده إجابة الزكاء الاصطناعي بيقول إيه؟ مصير الهوية المصرية في حال استمر حكم جماعة الإخوان وعدم حدوث الثورة موضوع صعب للتنبؤ بيه ومع ذلك يمكن استنتاج سيناريوهات ده في حالة إن الثورة ما قمتش بيقول إيه؟ تغيير في الهوية الوطنية ده اللي كان حيحصل جماعة الإخوان لديها رؤية سياسية واجتماعية محددة وقد يؤدي استمرار حكمها إلى تغيير في الهوية الوطنية ويتعزيز العناصر الدينية والثقافية المحافظة وفقا لرؤيتهم مما يؤدي إلى تغيير كبير في مفهوم الهوية المصرية تضييق للحريات يشهد استمرار حكم جماعة الإخوان تضييق على الحريات الفردية والمدنية وقد يكون هناك تأثير سلبي على تعددية الثقافات والأفكار في مصر وقد يتم فرض قيود على الحرية الدينية والتعبير والتنظيم مما يؤثر على التنوع والديمقراطية اللي مشهود بيها في مصر ده السؤال اللي احنا كان بيهمنا واللي كان خاص على الهوية المصرية الحقيقة يمكن الأسئلة والإجابات طويلة بس احنا كفريق إعلامي بيبقى عندك الشغف انك عايز تعرف كيف يفكر الذكاء الاصطناعي وما هي الإجابات اللي موجودة عنده ولكن بعد كل الإجابات دي كل اللي موجودة قامت بي الدولة المصرية وكل اللي مكتوب ده عملوه المصريين عملوه على مدى عشر سنين وعملوه في استحقاقات كثيرة وعملوه في ظروف صعبة كورونا وأزمات اقتصادية عالمية كثيرة وإرهاب ولكن طول الوقت كنا عندنا حاجة بنقولها يدن تبني ويدن تحمل السلاح كل سنة وانتوا طيبين كل سنة وإحنا وقفين وكل سنة وإحنا حتى بنقدر نستخدم كل أنواع التوكلونجيا ونقدر كمان نبعث لها أسئلة ونشوف الإجابات الإجابات حضراتكم شفتوها هي الجملة اللي لازم نقولها الحمد لله على الأمن والاستقرار بعد عشر سنين نحتفل بثورة 30 يونيو فاصل ونوتواصل